اشتركوا في القناة قرر باباهم يفجئهم ويفرحهم ويقضوا اسبوع في المصيف بمناسبة ان احنا فين يا سنة ثالثة بمناسبة ان احنا في السيف ففرحوا جدا وذهبوا الى البحر صباحا وهم قاعدين ومبسوتين باباهم جالوا تليفون من الشركة ان في اكتمع مهم جدا ولازم يحضروا فهو اضطر يعمل ايه يرجع للبيت وما يكملش معيهم بس وعدهم ان في الشتاء يطلعوا مع بعض رحلة تانية جميلة جدا وكان قاعد في البيت ده وقت ايه وقت الدهر لتجهيز وراء الاجتماع بتاعه وبعد كده ذهب الى الشركة عصرا عشان يجهز الاجتماع مع الموظفين عشان يظهر بطريقة منظمة ومرتبة وليلا حضر الاجتماع ونال على اعجاب الحاضرين به وخلص شغله كله كده يا سنة تالتة خلصت الحدودة بتاعتنا طيب هو فين ظرف الزمان ياميسا اللي في القصة تيجو نشوفوه مع بعض يلا بينا نطلعوهم واحدة واحدة عندنا هنا يا سنة تالتة اربع صور اول صورة باباهم ودهم البحر امتى صيفا عشان يروحوا المصيف طيب تاني صورة باباهم وعدهم في رحلة حلوة امتى شتاءا طيب تيجو نبص على الصورة الثالثة دي اولاد بيلعبوا في الحديقة وبيشموا الزهور وده بيبقى في فصل ايه الربيع يعني ربيعا طيب الصورة الرابعة دي اوراق الشجر بيتسقط على الارض ده بيبقى في فصل ايه في فصل الخريف يعني خريفا يبقى كده احنا عرفنا يا حبيبي ان الفصول الاربع من ظرف ايه؟ من ظرف الزمان طيب احنا شفنا كلمات تانية يا ميز ظهرت في القصة دي تبع ظرف الزمان برضو؟ ايوة منا ديسة هكمل لك هما رحوا البحر امتى؟ رحوا البحر صباحا وباباهم كان عنده اجتماع امتى؟ ليلا طيب لما كان بيجهز برق الاجتماع ده كان وقت ايه؟ ظهرا ولما ذهب الشركة عشان يجهز الاجتماع رحل عصر يعني عصرا طيب انا كل شوية اقول في القصة وبعد وقبل طيب تيجي نشوف كمان عندنا كلمات ايه؟ قبل و بعد و امسى الان هما كمان ظرف زمان وعاوز اقول لكم كمان يا حلوين ملحوظة قلبوزة ايه هي؟ ان ظرف الزمان لازم يتحطل تنوين في الاخر وان الالف واللام مفيش غير في كلمة كلمة ايه؟ الان لازم اقول صباحا، عصرا، زهرا، ليلا، صيفا، شتاءا، كده خلصت معانا حدود الظرف الزمان النهاردة وبكده يا سنة ثالثة عرفنا كلمة ظرف المكان وظرف الزمان يلا بينا نوصل كل كلمة في مكانها الصح قبل ده ظرف مكان ولا ظرف زمان؟ شطرين يا سنة ثالثة ظرف زمان خلف خلف ده كان مكان ولا زمان؟ خلف الشجرة يبقى ايه؟ مكان ليلا ظرف زمان ولا مكان؟ ده زمن شطرين يا سنة ثالثة يبقى ظرف زمان شرقا ده ظهر في مكان ولا زمان لما قولك حاجة شرق يبقى مكان شاطرين شاطرين يا سنة ثالثة السؤال التاني معنا يا سنة ثالثة عاوز ايه نرتب الجملة طيب يلا بينا نرتبها ونشوفها تطلع ازاي نقول مثلا يعود أبي من العمل مساء تيجي نشوفه صح ولا غلط صح يا سنة ثالثة شاطرين آخر سؤال معنا يا سنة ثالثة تمطر السماء نقط بتمطر السماء امتى؟ شتاءا ولا صيفا؟ شتاءا شاطرين يا سنة ثالثة وما تنسوش يا سنة ثالثة ان تحت لينك الفيديو بتاعنا في ورقة بيدي اف دي نطبعوها ده الواجب بتاعنا عشان نثبت المعلومة اكتر في دماغنا وفيها كمان لعبة حلوة قوي ومسلية حلوها معي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة